اشتركوا في القناة 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 عنده خبرات وخد بالك المخلص في الشغل بيتعلم. انت النهاردة لو جيتكلمت انسعب بيسأل حوار بينك وبين عامل قط اللبس اللي بيحب النادي ومخلص. بيكلمك صح في الكون. من كتر اخلاصه وحبه لللعبة وحبه للنادي. ليه بيتكلم بيتعلم. مش كده. زمان كان فيه عمال في قط اللبس بيدربه اللي جواه. يعني عم فاروق وعم حنبولة كانوا بيدربه. حتى يعني بيتعوه بتطور. لانه عنده اخلاصه بيحب النادي ومتابع واللعيبة وبيحب اللعيبة. تبص خدراته الفنات تطورك كأنه مدرب. ما شاء الله. ورأيه. اخواتنا اللي عمال في النادي لما تيجي تلعبهم الفوليبول في الحقل. اه. قط اللبس بيكسبون. لا حتى ما بقول رأيه في اللاعب. وفي الأداء في الملعب. ليه بيفكر كويس. بيفكر صح. بالزبط. صح. اي واحد متواجد في بيئة او مخلص لها هيتعلم منها كويس. انا باتفق معك مليون في المية. مليون في المية. طب ازاي نستغل بقى اخدك على حتة المنتخب الولمبي. ازاي نستغل ونحافظ على ولادنا تحت ثلاثة وعشرين سنة اللي ظهروا بمظهر رجولي وبطولي. عايزين بس شوية يعني كده ايه تلميع كمان في الفنيات. ان شاء الله كابتن شاوي غريب يشتغل عليهم. ويبقوا حاجة تكسر الدنيا. ازاي نستغل لهم ونحافظ عليهم وايه ابرز النتائج اللي حالك طلعت بيها كابتن محمود صالح من هذا المنتخب. هو هو طبعا طبعا الم انا فاجئة الحياة بالمستوى. وتطور بعد اللاعبين. كلنا كابتن. كلنا بلا استثناء. اه الا من رحمة ربي برضه. كله كان بيجي يوعد قدامي هنا متخوف ومرعوب. اه. قبل البطولة ان احنا ممكن ما نطلعش الدور التاني. وهذا يحصل طبعا الجهاز الفني والجهاز الطبي والجهاز الاداري بيقادل تكابتن شوية غريب طبعا ما في الشك. اه تطور اه ملحوظ الحياة في اه في الاداء الفردي والاداء الجماعي والالتزام والروح طبعا دي 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 نقط مهم. انت ممكن تكون مهما ت من كانتك الفنية والخطاطية وحتى البدنية. انما ما فيش الاعداد النفسي ده مهم جدا والزيني مهم جدا. لا شغل مدرب برضو. طبعا. طبعا. الصقة اللي بتتولد بين المدرب والجهاز الفني كله واللعبين دي نقطة مهمة. وانت حضرك انت لو مردت بالتجارب بتاعتك كنت في متفوق او حققت نجاحات. لو ما كانش موجود الصقة بين المدرب واللعبة دي دي نقطة. يعني مهمة جدا ده اهم حاجة في عوامل النجاح. تخلي كل حاجة بتطور. وتلاقي اللعب بهدي افضل مستوى ممكن من امكانيات وخدرات. صح صح. او او يعني برضو اكمل كلام حضرتك او ما يبقاش في العلاقة دي لكن انت عندك لعيب عندك سمات فردية مختلفة تماما انت بتحدى اي حاجة وعايز تنجح. اه لو حتى تنحد في الصخر زي ما بي. انا كنت عكمل نفس الكلام اللي هو عند الفرد عند الشخص عند اللاعب. بزبط. لازم يكون عنده طموح وعنده اصرار والاخر وعايز يحقق نجاحاته اه بيحب نديه بيحب بلده وعند عارف قد ايه المسئولية انه بيلعب على بطولة باسم مصر بيمثل فوق الميت مليون واحد. فدي طبعا لازم دي تكون مع دي. بس اللي بيقود برضو هو المدرب. اكيد. انا ممكن اعمل احباط اللاعبه مهمين. اكيد. وممكن انا اطور في الاداء بشكل كويس. وممكن اللاعب اللي اداء هو اربعة من عشرة ممكن خليه سبعة وتمانية من عشرة. بالبرامج التدريبية والفورما بقى الرضية اللي هو كل حاجة بدن وفني وخطتي او يعني والجوالب النفسية والزهنية دي. اكيد. احيان بعض المدربين بيخفلوا الجزء النفسي والبنني. انا افكر يعني جات في زين دلوقتي الدنون ريفي ده كان مدرب منتخب انجلترا وجهد ربنا في اربعة وتمانية. تمام. تعف يعني مدرب انجلترا يعني حاجة كبيرة اوي. كان اهم حاجة يهتم بالناس المصابة ويجي بدر ويهتم يعني في في عنده قدرة يعني الحياة زي يتعامل. فالجهاز الفن فيه شك نجح في كده وفيه شك الاتحاد السابق برضو ووفر له اه مبارات كتيرة ومعسكرات كتيرة بحيس يقدر المدرب يعمل الانسجام والتفاهم والثقة بينه باللعيبة واللعيبة وبعضها. والمشاكل الفندية عند اللعيبة. يقدر يحلها لانه هو في معايشة بينهم فترات طويلة. المنتخب ده بتجمع من عشرين شهر فات. برضو كويس يعني عدة فرصة. هو المنتخب ده كبير في السن. فالتكوينه او تجمعه او اه 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 تعيين الجهاز الفني ليه. وبيت الاجهزة. مش عالف في السن الزغير. التباين بقى بيظهر. تمام. يعني منتخبات بقى اللي هي خمس شهر سنة وسط. تمام. مع اكتمال النواحي البدنية. التباين. الاختلاف بين اللعيبة ومستواتها وبعضها. هتلاقي كل اكشار بتلاقي بتغير الفرق. تمام. انما مع مع السن الكبير انت اخدتهم واحد وعشرين سنة. فهو حصل استخرار تعيبا في المستوى والامكانيات البدنية. يعني جزء البدني انه هو من سن الزغير. تمام. بالضبط. بالضبط. فدي ساعدك كتير قوي يعني اللي اللي بيمر المرحلة دي بيبقى بحظه كويس. كل بنتكلم عن مسؤول منتخبات. تمام. في النهاية دي ببقى اللعبة موجود مجموعة معاك. غير اللي تطلع بها يعني. ما فياش تغيير. انما المنتخب انت عندك اه مستوى الانتقاء على عدد كبير. على الفات. اللي مش كبيرة جدا انت بالضبط. ففي تفاوت. هتلاقي كل شهر كل شهر البكرة بيمشي وبيجي واحد غيره والرحص المرمى. تلاقي واحد زهر اكتملت عنده س النواحي الوراثية بقى وحاجات. اه فتلاقي ده انما ده في استقرار. فالمدرب اللي بياخد السن واحد بيبدأ من واحد وعشرين. وهيلعب بعد سنتين المسابقة مثلا او بعد سنة ونص. بيبقى محظوظ. هي المشكلة في السن الصغير. فده المنتخب ده فيه نوع من الاستقرار يعني. مش هتلاقي فيه تغيير كبير جدا. من نسبة ضائلة جدا تغيير في مستوى الافراد. فقد ده فرصة كتيرة. فرصة كبيرة لانهم يجمعوا ازاي يجرب اللاعبين واحفظ مكات كل لاعب. يعني انا مبهرت بمستوى احمد رمضان بيكا. انا كنت متابعه في النادي الاهلي. ما كانش باربين خمسين في المياه من هزا المستوى. وكنت شايف هو بلعب في الوخاط الوسط. ممكناته الفنية افضل من البدنية. ما كنتش حاسنا. لا لعب سرد باك وانت بشكل ايدها. حصل اه. عشان انا اعرفه كويس. ممكن فيه لعبة ما كنت شايف متابع المستوى. حضارك عارف كابتن برضو هو لما يلاقي الفرصة ويلاقي المدرب اهتمام اصلت عندك في النادي الاهلي. ما شاء الله. م المنتخب الاولمبي هو بينطخي بقى اسماء وبركز عليها زي ما حضارك بتقول الجانب النفسي. بزبط. اللي هو بيقول له خلاص انت اللعيب الاساسي بتاعي. فالولد بيلاقي. اه يعني بينفجر. بينفجر اصلا هو هو بيطلع كل اللي عنده. طبعا طبعا. حصلته تفرف المستوى تماما اما حاجة للسمرية. تماما. نرجع نقول محافظة بقى على الهزا المنتخب. لازم يكون فيه تعاون حتى ممكن كنت بكلم مع استاذ خلقت ريبي اول. استاذ محمد سعيد قبل ما نطلع الهوى. ن اتكلم في النقطة دي حقيقة. ازاي نحافظ على الولاد. اه. لازم يكون فيه تعاون طبعا بالاتحاد. وبين اعتقد لازم يكون برضو فيه دور لوزارة الشباب. اللعيب المميزة دول لازم يوفرهم افضل جو. اللعيب ممكن يكون عنده مشاكل في النواحي الاجتماعية. في حاجات كتيرة. في مشاكل في الدراسة. في مشاكل. نحاول بقدر امكان. المسئولة مش مسئولة نادي. طالما اللعيب يوصل انه هو يبقى لعيب دولي ويمثل مصر على مستوى الدولي. بهذا الابار في المستوى. لا احنا لازم نحافظ عليه. احنا مكسرين جدا يا كابتن محمود. طبعا. هلعيب يالجع من دي وهن يتنسل. احنا بنهتم بس بالفرس تيم كل الاهتمام ومفروض العكس. العكس تماما لان انت زي الشجرة. الشجرة انت بتشوف سمار في الاخر. السمار دي جاي من الجزور. لو انت ما كنتش تعميت بالجزور مش هتلاقي السمار. احنا بنهتم دلوقتي بالسمار وصيبين الشجرة عمالة بص. بالغاية لما انا خايف ان احنا بعد كده ما نلاقيش اساسا. بسط لعيب. جزم ده يمشي بالتوازن. انت بتهتم بالفرير الاول. وبرضو القطاعات النشئين. اهتماما بالقطاع النشئينة كابتن محمود. السمرة بتاعته في الاخر كده كده هتاخدها. طبعا. لان هي خلاص انت بتهتمي به لغاية لما توصله. وتبقى تهتم تاني لغاية لما توصل. لكن اهتمامنا بصراحة يكاد يكون معدوم دلوقتي. بس في كل الوجوه لازم نهتمام كله في كل الوجوه. اكيد. لعنالجا نقول الموضوع مش تدريب بس. حاجات كتير جدا مرتبطة بيه. ويبقى فيه تعاون يا ريب بين الوزارة. زي ما الوزارة بتهتم بسا باللعب الفردية. لعب بيلعب ناشئ في رفع الاسقال. هيا بتتبعوا او بتتبعوش. بتتبعو اكيد. وبتدعموا وبتديله بدل التخزية وا 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 الاخر وبتجمحهم وتطلحهم معسكرات. نفس الفكرة تكون موجودة مع الكورة. ما بقاش انا تفكير ان هو يرجع من دي. والاهتمام. طب ما فيه لعيبة منهم بتلعب مسلا في عندها صغيرة. الاهتمام حيقل. او مستوى المدربين عندهم. مستوى لازم يبقى فيه متابعة. يتحطي خطة برضو. اه مستقبل المجموعة دي. والمجموعة الاقل برضو فالاقل. تمشي يعني بالتدرج. حلقى طول عمرنا عندنا. على مستوى الانتخب اللون بفيه لعيبة كواسين. نص لمرحالة كواسة. وبرضو يعني احنا دلوقت عندنا مشاكل في فرد اول في ملاكس كتير. انا عشان كده بقول لها حضرتك. اقول لها حضرتك الاهتمام تحتها تلاقي تلاقي وفرة. تلاقي وفرة. تلاقي وفرة. تعدك مواهب اصلا بيجيلك موا تتم بيها. طبعا. طبعا تحطي لها خطط كويسة. واعداد قصير المدى مش عافوا طغير المدى وتقدر تتابع. والاهتمام باللي بيشرف عليهم ده اهم حاجة. طبعا. طبعا. تعالى اكيد هنرجع للموضوع ده تاني. بس تعالى ندخل في اجواء مباراة النادي الاهلي بكرة ان شاء الله لان اكيد الجماهير من السنة حضرتك تتكلم في هذه المباراة. طيب تعالى ناخد كريم احمد من تونس. يتكلمنا ويطمننا على تدريب الفريق. زميل عزيز كريم احمد مس احمد مساء الفل عليك كريم. كتتميدو كل التحية ليكو لكل مشاهدين وكل جمهور النبي الاهلي. وحشنا جدا كريم والله. والله حضرتك تتميدو انت الاجواء هنا يعني جميلة جدا. طمننا بقى طمن جماهير النادي الاهلي على ميران الفريق. وطمننا بقى زي ما متعودين منك على كل كبيرة وصغيرة. الحقيقة تتميدو يعني حالة التركيز الكبيرة اللي بنأكد عليها كل مرة اللي احنا بنشوفها في العاية النادي الاهلي. ندينا السنة كبيرة و بنحب نهيلها على طول من فلالكم من فلال قناة النادي الاهلي الجمهورنا. تماما. وهدف للعيبة وهدف الجادل حنيها البطولة الافريقية خطوة خطوة ان شاء الله بإذن الله. حكيم. وانتحدثنا جدا مباراة النجل. واتكلم عكسنا سيد مسترنيني بايلر. قال من اهم من الامور اللي انا في عدة جدا للمناجل الاهلي. او اللعيبة حصلت بشكل جبير جدا بين المباراةين. مباراة الجونة. مباراة النجل الساحل وذا كان النتيجة الكبيرة اللي حقيقة للمناجل الاهلي في مباراة الجونة. وايضا كمان الاجاء المميز. حضرتك احنا في استاد رابط. اه متوديس استاد رابط ليس. بجاية المؤتمر الصحقي بحضور الكابتن حسام عشور كابتن فريق الناجل الاي ومسا ريني بايلر. مؤتمرنا الساعة ساعة ساعة ونصر توقيت تونس تدريب الناجل الاهلي. الاخير على استاد رابط. ان شاء الله يكون. اخلاء نصر ساعة. احنا الساعة تمانية بساعة عند توقيت تونس تسعة. نصر عند توقيت الفيرا. اه لسه طبعا تدريب يعني مباداشي. لكن النهاردة كان فيه امور كثيرة جدا من زيارة طبعا. اه ك حطي التاريخ الناجل الاي. الحقيقة ان في كابتن ماجد بالتحديد. اه دعم اه ودائن كبير جدا ليه اللاعبية. كل المباريات متواجد. احرص بشكل كبير جدا. ان هو يكون متواجد. انهه يكون متواجد. اه النهاردة كان في جالسة دمعاته مع كابتن سايد. بكابتن احنا الفتح اتطمن عليهم احديث طبعا صنائية عن المنجمه وعن الامور وعن المستوى الساني هيهم. دي تزيز كلامان طبعا الكلمات. ويكاسم العنية. مع الكابتن سايد عبد الحفيز بالتحديد ثم انتش علالي انتش علالي ايها كمان خط الاحمن الصابق لنادي الآلي كان مقواده بالطمن اجواء كلها الحمد لله طيبة جدا كل بيشيد دولي معاصف لك نادي الآلي كل بيشيد ان النادي الآلي ان شاء الله بإذن الله يكون على قدر المسئولية ان شاء الله يكون هدفت المغرال جاوسة عباس شوية كنتميجه جاوسة عشوية هنا جالك بحرارة تصل لعشرة وتسعة لكن يعني ان شاء الله بسماننا يوم الجمعة الامور كلها تكون مهيئة ودور يكون مهيئة بجانب كل هذه الامور الحمد لله يعني ان شاء الله بإذن الله لعيبة مع الحالة اللي احنا فيها دي تكون مهيئة بإذن الله نقطة المهمة هي رامي ربيع عكسونيز اكيد كنت اسألك عليه ربيع طبعا اه رامي رجعت كل يعني كل ما تبتاعت بشكل كبير وقالت طبق كبيرة ورامي ربيع مش هيرحة للمباراة نهاردة تطميننا من رامي شخصيا ومن طبيب النبي الالي خالد محمود هيشارك بإذن الله نهاردة في المباراة والكادمة كانت قوية شوية لكن الكادمة جات نتيجة للحماس اللي احنا شايتينه ومروان مع رامي ربيع عذكرة مشترك في التبريب الامس يعني صارت رامي كانت عالية شوية لكن بإحساسه بالكادمة كانت قوية لكن مجرد انهاريج على الفندو كان في فلجن ومشاركة ان شاء الله النهاردة فيه اختبار فلج بسيط لكن عن شتاره النهاردة او عرجانه النهاردة كان واضح ان رامي جاهز ان شاء الله للتبريب ومنها بإذن الله رؤية مستر ريني بايلر نتكلم طبعا من ساعة وقصة من ساعة كين حمداني مطواجد في أصر أولئين مطواجد بكل جاهز لكن رامي ربيع عام شاء الله بإذن الله يكون مطواجد من أعضر في التجارة الحمد لله يعني مفيش مشاكل الحمد لله لا لأمور الحمد لله يعني عمشة بشكل ممازل الدينة زي ما أقول لك أستاذ راضي فيه تمام إعلامي كبير جدا لوجود النادي الآلي وأعمية هذه المباراة في أكثر من نوطة اللي كان جابتكلم مع اللعيدة فيها هو ان احنا من استغلوش من المجل المجل بالتحلي بيلعب بالترابيس ونشايد له جمهور العدد العلية دي فرصة لنا كل الأمور دي جاد نستني أكد على اللعبين ان احنا ما نركز في الأمور دي ما ندنيش عليها ندني فقط ان احنا عندنا هذا فان احنا نرجع من ثون البنتيجة إيجابية إن شاء الله الجمهورة يكون متواجد جمهور النجل الأهل وكنت في العدد عالية 500 مشاجع يكونوا متواجدين بالثلثين مع السفارة مع السفير نبيل حدشي الدكتور معاند ناجد رئيس الجاسة إن هو يكون متواجد الجالية المصرية للناجد الآلي يدخل بالبسطورة فإن شاء الله يكون في سهولة ويوصل في الدخول والخروج وإن شاء الله جفح كلنا كالسويد ومجتمع عزيزي الله يا رب يا رب يا كريم كان فيلر كان أعلن عن أن يكون التمرين سري أو يحاول يكون التمرين سري فهل دي حقيقة فعلا ولا التمرين مفتوح لأن النهاردة يعني مع اللواحي الخاصة بالكاف الخامسطاشر بيئة الأولانية من التدريب أكون مفتوحة طبعا لوفاة الإعلام لكن مجرد من خامسطاشر بيئة تنتهي لكل يكون خارج الملعب حتى البعثة الإعلامية كمان للناجد الآلي يكون خارج الملعب لفرض السيطرة والتاكسة اللي حد بيوم 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 بالتدريبين لفتوحة كانت تنميزوا طبعا مع ملعب الجامعة الرابية مع الراجل ما يدرشوا ما يطبق التاكسي بشكل كبير أو يضع المسات الأخيرة بشكل كبير لأن كانت تي حارة وفيدي من ملعب دنبينة برضو الشمالة لكن النهاردة كانت يكون رأس الرابية كبيرة كلها تاكسيك كلها بعليمات الراجل كان بيؤدي قراءة دير جدا خلال أيام الماضية جاء كل المباريات تجابه المباريات الأخيرة نفات القوة والبع مرتفز هو كمان على الهجلات المرتبة ومرتفز على الكروسات الفاولات كمان أيبانية دور إن شاء الله في أدين المباراة لعبتنا فائقة بلغة اللكورة بمتمنى إن شاء الله يستمر الأداء ده إذنى اليوم الضمعة إذن الله خسيني يا رب كريمي كابتن محمود الخطيب كان حريص على الأتمنان على بحثة الفريق كريم من خلال تتصالة إيه بالدكتور مهند مجدي بحقيقة وده يوميا حسيني ده إنتصال برئيس البعث الدكتور مهند مجدي كابتن سيد عبدالحفيف بأثمانين يوميا على الأمور ماشي الزامع العيبة في أي معطاة بتقابل للعيبة ينسأ كمان كابتن جيبه وتصل بمعاليس كفير نبيل الحرشي اللي بأكد على دوره كبير جدا من درجة يزاليننا كل الصعاد المتواجد الحمد لله ما فيه الصعاد لكن في حاجات أمور ترتيبية وتنظيمية بتفرق أكيد مع النبي الأهني كل الأمور بالحمد لله كل الأمور الحمد لله حتى يزيل لحظة ماشي وشكل جايد يوم المهور هو الأهم بالنسبة للتأمين بالنسبة للتحركات بالنسبة للخمة الملعب منتظرين إن شاء الله يوم الجمعة تكون زي ما الأيام اللي خادت ماشي وشكل جدا مع الجانب السلسي يوم الجمعة إن شاء الله يعني يكمل الدور بطاعة بإذن الله إن احنا ندخل للصعاد بدون أي مشاهد طيب ماشي الحمد لله إن احنا تطمنا على كل حاجة ويعني كان فيه بس سؤال كنت هقوله بالرأيه هنجيبه تاني ولا خلاص كده يا جماعة ها طيب خلاص تمام طمنا على كل حاجة الحمد لله كمان تطمنا على ساعة ديسمير إن شاء الله إن شاء الله يكون بكرة في المباراة إن كان في التشكيل اللي يعتمد عليه فيلر لكن الحمد لله طمنا إنها كدبة إن شاء الله تكون بسيطة وينزل الميران الرمي ربيعة آه رمي كان خد كدمة جامدة من مروان وكان فيه كده كلام إن هو ممكن ما يلحقش المباراة أو يغيب عن المباراة لكن الحمد لله طمنا كريم إن هو يشارك في المران لو كلام المباراة المطمئ إن أنا إحساسي إن هو بتكلم بسيطة هو كريم ما شاء الله دائما لا هو مطمئن شخصيا ما ممكن يكون مش مطمئن ووجد كلمك أقول لك لا الأجواء كويسة حتى شعرتها حاسي بها هو بين المعلومة كريم كريم ما شاء الله عليه بيقوله بصد لا أنا مش مركز يعني إن هو صادق هو صادق يعني الحمد لله أنا بكلم إحساس يعني إحنا طمنا يعني وصل لك إحساس تمام مباراة حالك أبتال محمد هم بقى عندهم الحتة الناحية التكتيكية عندهم عليه ممكن يعني إيه 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 يعني يقدر بقى فيه مقاومة كويسة الناحية التكتيكية ممكن يستغل لنقاط ضعفة عندك ممكن تمام شايف عندنا نقاط ضعفة فينك بقى حاليا في التويضة؟ لا بالعكس أنا شايف حتى في مواقف كده فردية في الدفاع في الوقفة في وضع الجسم التشريحي في التغطية لا تحسينك كتير بقى طبعا هو الرجل ده بصراحة بيكمي انت بتشوف الرؤية غير المشاعر يعني أقطنت شغال في المين هنا أكيد أكيد وبتجي أجمع النادر أنا أبص بقى في الكادر أكيد عايز أتكلم من اللعب ده يعني كأينه في التمرين شمال يا كيمينة تقرب شوها المسافة أبص الناحية العكسية ممكن حد ييجي يبقى جاي بيتحرك في منطقة فاضية أبكلم نفسي ساعات يعني لقيت حسيرك كتير أنا بحسي أنا بكلم على سريل التمرين في يا كابتنا أنا أول مرة أسأل السؤال ده وأول مرة فعلا أتأكد إن فيلر فعلا بيحرس على سريل التمرين في إيه لما رجعنا لما رحنا لعبنا ماتش ودي أو اللعبنا ماتش أفريقيا كان هو حريص أيا كان بقى ما كانش فيه وسائل إن احنا نزيع المبارا أيا كان كان هو حريص مبارا ما تششفش أيا كان وفعلا مبارا ما تزعتش عشان يحضر للزمالك مفاجأة بتشكيل بلاعب جديد وعمل اللي هو عايزه كسب كان متقدم على الزمالك 3-0 أكيد حضر لفك المباراة بعد كده لعبنا مباراة والدية برضو كان حريص نعمة الزعش وبي دايما بيعمل لك مفاجأة في التشكيل أو في طريقة اللعب يعني جونير أجاية لما شفنا قدام الزمالك فيروت كلنا استغربنا صح؟ حضر لك ما استغربتش إن جونير أجاية طبعا 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 بقى أداء عالي بطريقة غير شفنا رمضان مختلف جدا مع إن الناس كانت قبلها قبل ما انشاءها كانت مجموناتها الصراحة طفرة بردو شفتوا رمضان ورمضان جبناه ورمضان مش عارف إيه ورمضان ما ظهرش دلوقتي الناس بيقولوا الحمد لله إن إحنا جبنا رمضان طبعا الحمد لله إن جونير أجاية لعفره التاني مش عارف حسين الشحات كان برضو الناس بدأت تشكك الحمد لله إن إحنا عندنا دلوقتي حسين الشحات فالمدرب بفكره زي ما حضراتك بتقول أنت أهم حد في المنظومة كلها المدرب لا بيعمل حاجة إحنا كلنا بنتفاجأ بيها حتى إحنا في المطبخ بتاعه طمام طمام يعني يعني لو نرجع شوها بالذاكيرة بفتر التقلق مثلا مع مستر مانو الجوزيه بس إمكانيات اللعبة كانت طغية يعني بديها ليها سبب كبير في النجاح مع إمكانية المدرب طبعا أرجع برضو الزاكرة ورا شوية مستر فايسا مرنا ولعبنا معاه موسم تمانية وتمانين تسعة وتمانين برضو حصل طفرة في اللعيب زي الطفرة دي آآ لو سألت أي لعيب أفضل تسلنا ليك كمستوى على مستوى على مستوى الفئ كله ممكن يقولك الموسم بتاع مستر فايسا تمام ككورة كمتعة كمتعة هو مستمتعة هو كلعيب يعني مستمتعة هو كلعيب يعني مستمتعة جوزيه عشان أنا عشرته يا كابتن محمود هوش خصي لا مش بكلم مهنون جوزيه بكلم عميس البيب عارف أنا بقولك المدرب اللي أنا عشرته مستمتعة الجوزيه هو شخصيه نجاحه في شخصيه طبعا مش يعني لو في الكورة لا وفي الكورة يعني ممكن نقول له مدرب متفوق لكن مش اللي هو التفرة التفرته في شخصيه اله هو بيعرف كابتن محمود في ايه بياخده منك بيعرف أبو بتوريكا في ايه بياخده منه بسم التعامل اه يعني كلنا بندخل مش عارفين مين اللي هي لعب في الحداشر مين اللي هيكون في التمنتاشر فدي دي شخصية هو كان توقيت الرجل المناسب في التوقيت المناسب بالزبط لكن حضراك بتكلم على مستر فاتسا عمل طفرة اه مع شوبير طفرة مع كابتن سابت اللي ارحمه طفرة كلنا فنينا والله شخصية مين اكتر مدرب حضراك يعني قلت ده مدرب فنياته حلية قوي حضراك عشرته أم My دون , كالوتشاي وحضرت أخير مكان بيعاون شوية يساعدوا سيد دي دوكوتي برضو ان نؤرة الشحن،ل حقيقة وكان دي فجأة نور الشحن الفجلية انا والناس كلها وفيه طبعا مستر فيسا وفيه مدرب برضو جيش تغل قبلها مش مذكر اسمه حكا مدرب انجليزي كان بيساعدوا الكابتن انور بس ما كاملش الموسم كاملش وكابتن انور كان تولى من اسئولية بعد لا افضلهم طبعا فيسا طبعا اولا منظم جدا وبيدون كل حاجة بيركز كل حاجة عمل ملف تقريبا فايل لكل لاعب زين وحاضر ومتابع كل حاجة فايل اقرائب من مين فيه من فيسا طبعا لان الجانب الفني عالي جدا عنه ونفس الاسلوب ونفس الطريقة والتفرة في المستوى الفني والاداء التكتيك لللاعيبة انا زهول بصراحة مش كده عالفترة القليلة دي مش ممكن اتمنى يا رب اللي السما ريس اللي عباد ساعده هو واضح ان هو مدارب ممتاز وبشكر طبعا لاجنة التخطيط كان موجود الدكتور طا اسماعين وكابتن زكريا ناصف وكابتن خليب بيبو وطبعا معهم الكابتن محمود الخطيف وتم الاختيار ربنا وفقهم طبعا هم اكتهدوا وكان فيه اخلاص ان هم فعلا يجيبهم دارب كويس وركزوا كويس مع توفيق ربنا قدروا طبعا حطوا ايديهم ويرشحوا افضل اعتقد دي كان افضل ما اعتقدش فيه افضل من كده مش ممكن المستوى يرتفع اكتر من كده والله كابتن محمود اتوفيق ربنا كان كبير جدا فعلا والراجل ده يعني كان كل اللي بيشكك فيه قولك اصلا ما فيه سي فيه والراجل عمل ايه في حياته ومش عارف ايه ما احنا جبنا قبل كده سي فيهات فيه نقاط في السي فيه بس هي عازها للأسف انت بتيكي تقرى سي فيه بتقرى وراء مش متابع يعني اه انا ضربت فرقة بابدأ معهم موسم بقوا انو السوا زاد عمل ايه بعد فترة اه ده قاعد رقايم المدرب يعني انما سي فيه ده مش مقياس احيانا انت بجموعة لعبين كويسة وانت محتاج زي ما تقولت كده مقياس لقبل كده تمام مش لبعد كده اه يعني هي انا مقدرش سي فيه مش مقياس ممكن يكون حقق بطولات اه اللي حقق بطولات طفرة بقى زي اه مورينيو مثلا مش عالف خمسة عشرين بطولة اه طيب ما فيش شك ده ده موضوع تاني مش بكلم عن الاسناد انا بتجلم تجيب على المدرب اه بمثل المستوى المتوسط وتبص في السي في بتاعته هتبقى برضو متخوف لان انت مش حاطت ايدك لان ممكن بيدرب فرقة امكانياتها ضعيفة وعمل طفرة بس محققاش نتائج اول عكس هو يدرب معا امكانيات عالية جدا وبيدرب فرقة وتوفرات لزوف كويسة امكانيات لعبة كويسة وحق النتائج كويسة هو مدرب متوسط مش عالي امم انما هم ربنا وفقهم طبعا ما فيش شك اكيد 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 اتمنى انا انا بقى لفترة كبيرة جدا من اهم من الجزء ما محسناش الابهار في المستوى ده او ابهار لا ابهار ما شاء الله كمان انا بقول كنت برح بتكلم مع السادة المشاهدين لما بتفرج على مطش الناد الاهلي وبروح اتفرج على مطش تاني لا انا بحس ان انا كنت بتفرج على دوري وروحت لدوري تاني بالزبط كاينك بالزبط كاينك فرقة على مستوى الدور والانجليز بالزبط مش عايزين نقول كده عشان الناس لا تفرق غير طبيعية الحقيقة يعني وزي ما قلنا تحسب طبعا المدرب واللعيب برضو زي ما انت حدق قلت اللي عامل النفس عنده الشخصية هوه لازم يكون متعفر اكيد دي تتطابق معدية والاتنين يمشوا في اتجاه واحد وده اللي بيحقق مدرب صواة عالي فني ولعيب مستوى مجموعة اللعبين مستوى الفني عالي والمدرب عنده طموح وطموحه دي تماشى مع مع طموح المدرب بانا ممكن المدرب بكونو عنده طموح وللعيب معندهش طموح النجاح مش هيق Clive ممكن انا مدرب انا لعيب عايز احقق وعايز اعمل وخط بطولة والطموح عند المدرب ضعيف مش على نفس المستوى مش اللاعب انا اقصد على مجموعة اللاعبين. تلاقي الهدف مش هتحقه. فلازم الطموح حتى مجلس الادارة والمسؤولين في النادي على المستوى الاداري. لازم يكون عندهم نص الطموح اللي يتناسب مع امكانيات اللاعب وامكانيات النادي وتاريخ النادي. النهاردة مش هيجي مسلا النادي ما احترمنا للجميع النادي طان تقول لك هنفس على البطولة. انها ممكن يقول لك انا حبقى في المنطقة الدفقة او حستمر مش ههبط. حستمر في الموسم الجايل اوكي ماشي. بس هي لازم يكون النقطة المهمة هنا الحاسمة لازم لو جمعنا احنا امكانيات او مستوى الهدف او مستوى الطموح عند اللاعب لازم اديوله درجة دراكتين زيادة. عشان اتفضل. لازم يكون في اه ده ما انا اقول للنقطة دي. يكون في تحدي عند اللاعب. انا حق اللي انا اقدر اعمله ولا حق اللي مقدرش اعمله. لأ النهاردة بنشوف احنا اللعيبة كمستوى فردي. والمستوى الفردي بالطبع بيرفع من مستوى الاداء الجماعي. لا ده اللعيبة لا. اللعيبة كان عندها طموح فوق امكانياتها. والرجل المدربة خدهم وحطاهم في المنطقة اللي هو عايزها. او في المستوى اللي هو عايزه. هو اللعيب اه 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 اجيابي بيقدم ستة من عشو. لأ. قال له انا عايزة حقق تمانية وتسعة من عشو. هو خليه حقق كده. صح. خلى اللعيب يرتفع بمستوى. اصلا المدربة ده اهم حاجة. عايزين ما يكون الزهنة ده. حتى في اللاعب انت بتقدب بزهنك. بتفكر وبتقدي. بتشوف الموقف وتقدي وبتاخد قرار. كل دي عملية زهنية. اه تفرق من واحد بقى ان هو بيستوعب اكتر نرضي فعله اسرع وفيه نوقات تانية. انما هي برضو هي حاجة زهنية. صح. فهو رفع للمستوى الزهني والمستوى النفسي. واتموح اللاعيبة انه ده مش مستوى. انت لازم تعمل كزا. وحتعمل حتعمل. فده الحقيقة يعني. انا في ابهار. اتمنى الابهار ده هيستمر ان شاء الله. يا رب يا رب. واللي هو شغلنا اوي زي ما حدارك قلت الابهار ده او الشغل ده كله كان في وقته قليل اوي. قليل جدا. ام. دي اللي صعبة بالنسبة لي بصحة. هو عفقة الاجواء. امشو الله عايزين نمسك الخشب. طبع. الاجواء ممتازة. اجواء سبع. كل حاجة يعني اي حاجة يتمنى ان هو يشتغل في الناس. بالزبط. بالزبط. وما فيش مدرب اجنابي جه. غير ما قال. وكلهم بيزعلانين جدا. اهم بيبان للناس كلها. بالزبط. بالزبط انه لا منظومة الحقيقة بتوفر وبتدخلش وحاسمة وبتنظم وبتعمل يعني اي 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 انا انا ممكن انت كمدرب انت بتطقع يعني ليك متطلبات عشان تشغل. بس لازم اخش معك في حوار. ممكن يكون في أخطاء معينة دي القادرة الكابتل الختيب موجود على رأس المجلس الإدارة وعنده مثلا بقى له خمسين سنة في الكورة لا ستين سنة في الكورة ربنا تدينه الصحة على مستوى أنه بيخش طبعا في حوراه برضو في مسألة إقناع لأنه هو مش هيبقى ماشي في اتجاه سليم مية في المية في حاجات يعني راجع للعداد والتقاليد اللي عندنا وتكون الشخصية عندنا والبيئة اللي عندنا دي بتبقى خافي على المدرك لا تعال وضحها لك أنت ماشي في اتجاه أنت تعودت على أنك بتدرب لعب أجنبي في أوروبا لا الموضوع بيختلف فلازم يكون بتدخل يكون على قدرة فنية وعلى واعي وعلى خبرات والحمد لله دي متوفرة في الإدارة عندنا مع التفوق والراجل اتنين مع بعض اللاعب والجهاز الفني والإدارة بيمشوا في اتجاه واحد والحمد لله دي متوفرة في النادي الآلي أنا اشتغلت في عندها تانية غير النادي الآلي يعني فيه فرق طبعا وكان فيه تمايز أنا شغلت كان محظوظ أني شغلت في أمبي وشغلت في بلشوب بس كان موجود بقى طبعا أعضاء مجلس إدارة كان المهندس هني ضاحي موجود رئيس مجلس إدارة والمهندس عيد فخري كان في أمبي وبعد كده جاي المهندس وبقى رأسهم طبعا سيد الوزير سامح فامي كان ناس كان عندها وعي الحقيقة وإقدارها كانت ممتازة في الشكل في الناديين والأجواء كانت ممتازة إنما النادي الآلي طبعا دول ممكن شغلت في أمكان تانية لا الموضوع مختلف تماما قابلت إزاي طالب فيرر إن هو يقفل ملعب التوتشو إن داس حقيقة تتفرج على التدريب أحيانا يعني لازم يكون متوفر إنه بقى فيه مدرج يقدروا يخشوا المدرج ويتفرجوا خصوصا لو أحد أنا عايز أتفرج على التدريب أنا الراجل عجبنه عايز أتابع كراجل فني كشغال في النادي إنما هو الناس متخيلة بس أنا هنعرفه وجهة نظري وأعتقد سليمة إن شاء الله أكون سليم هو الناس متخيلة إن هو بيقفل عشان السرية ما بالسرية والرحة المتشاط مزعف النادي الآلي والأداء ومستوى اللاعبين وإمكانياتهم والنحة الخططية تم أنت تشوف وتدرس النادي الآلي إيه المشكلة يعني إن سهلة اللي عايز يتابع أو نادي منافس أو هو ما بيبصش لكن هو بيبص للتركيز اللاعب أنا عايز أعزي لك لأن فيه في النادي الآلي والنازل تقف على الصور وفيه كافاتيريا الناحية وكافاتيريا الناحية المستوى يعني بينه بينه من الملعب خمسة مت وتلاقي واحد بيشب شاي وقاعد مسترخي أنا شايف لا يقفل اللعيب لازم يكون مركز أنا 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 بسوط إن هو عمل كده هو مش قاصل إن هو عزلة أو تمين السر لا هو عايز اللعيب في أجواء أجواء إنه يتركز بيبقى أفصله عن البيئة اللي بره دي أنا لو فيه ناس بتتكلمه وناس قاعدة في استرخاءه بيشربه شاي وقاعدة وحاجة ساعة وصوته ممكن أكون سامعه صح المسافة قريبة صح لا لا ولو سري يا كابتن ايه المشكلة يعني الراجل لو فيه حاجة جديدة معينة بالزبط يعني الراجل بيشتغل وبيتعب ومجهوده واحد قاعد بتليفونه هيصور كل التمرين بس هو مش موضوعه سري على طول لا مش سري هو عايز يغير في تلك لعب عايز يعمل تكتيك معين عايز يعمل تمارين فردية لحده معين عنده مشكلة يعني أنا أحس لو أنا راجل فني وعندي وعي في الناحية الفنية لو بتفرج وبيدرب مدرب على حاجات لاعب دفاع على حاجات معينة وأنا ما بقيته وتوجيهاته أعرف إن هو بيدرب على حاجات في نوقات ضعف عنه صح ممكن أفهمها صح ماذا أنا بتكلم فيه وممكن مع مهاجم بيركز حاجات معينة أقدر هل هو اللعيب دوت من أداءه هو مميز وهو بيأكد على التميز ده ولا شاف اللعيب ضعيف وبيرفع من مستوى لو أنا راجل فني هعرف هو بيدرب على نقطة ضعيفة بيطورها صح ولا حاجة مميزة عنده بيزودها عايز يثبتها عنده أكثر يعني ممكن في كده استعمل الجانب السري إنها مش كل التريب حيبقى سري وهو ده طبيعي يعني مش كل يوم من نهاردة فيه تدريب ما مفوش حاجات سرية أكيد إنما المقصود في النهاية إنه هو عايز يعمل عزلة والعيبة يبقى فيها تركيز هو اللي قصد أكيد ده هو اللي قصد أكيد جريده من المدربين اللي جو من نادل آلي وكان زعلان جدا جدا إنه هو يساب نادل آلي ومشي وكان عايز فرصة تانية وكان بعد ما كمان مشي كان عايز يرجع تاني في أكتر من تصريح لي لغاية لما لقى الدنيا مقفولة خلص بدأ يصرح تصريحات غريبة لكن جريده دلوقتي المدير الفني الرسمي للنجم السحيلي شايف إنه هو ممكن برضو يزود من صعبت المبارأ أه طبعا طبعا هيحترمك هيحترم المنافس عارف الأجواء اللي هي مش في الملعب بس خارج الملعب عارف تدير بيتم إزاي الإدارة بتدير إزاي الكرة بتدير إزاي روح اللعيبة إزاي إزاي تعوى إزاي في حاجات بقى بتبقى ممكن تكون خافية هو عاشها عاشها فهتكلم يقدر يوضحها للعيبة دي أنا ساهل أنا ممكن أقولك إيه لأ النادي الآهل من قندية اللي بتلعب على بطولة غير ما درب أنا النادي الآهل الخفايا والحاجات اللي جوا ديت هو يقدر إزالها للعيبة وهي وصل عنده ما يكون هو العلم بيها برضو ده بمثلك برضو يعني مقاومة يعني أو ميزة عنده هو ممكن هو يستغلها تمام النادي الآهلي هيروح لفين إن شاء الله كابتن محمود في البطولة الأفريقية طبوحنا زاد بتقلق من الظروف بتخاف من الظروف الخارجية أنا خاف من الزروف الحكيم الجو العام الأجواء كويسة الأجواء كويسة مهم جدا اللي أنا حاسه برضو أنا مش داخل جوا مش أحد أعضاء الجهاز الفني إنما اللي أنا حاسه فيه ثقة كبيرة جدا مع الأداء ده اللعيب عنده ثقة كبيرة جدا وفيه مدربه دي نقطة مهمة جدا كنتو بتقابل المدرب كلمته تنفس عا تنفس أكيد أكيد كنتو بتقابل المدير الفني جديد إزاي كابتن محمود أو استعاف فكره أنت اللعيب القديم اللي عنده خبرات أكيد عاقدر يقيم شوية يعني عنده قدرة على التقييم الناد الآلي في الغالب حتى لو إحنا شايفين المدرب أقل نسبيا بس سواء المستوى جيد إنه مش أقل من جيد أكلم عن مدرب اللي مرشح سواء مصري أو أجنابي تمام فدي أقل وعنده قدرات يعني مش هيجلنا مدرب ضعيف جدا أو شخصيته ضعيف أو عنده مشاكل فيه لا أكيد يبقى طبعا أكيد مميز أكيد مميز آه في فرق فروق آه آه وفايزة مميز جدا مستر فيلر ومستر فيزة طبعا ليه كل التأدير باحتوى مميز جدا أوكي ماشي يعني وكل المدربين المصطيين مش عايزة يعني فيها حساسية شوية المدربين أذكر حد ومأذكرش حد ونكله حد ينسى مدرب مصطي فالاختيار بيبقى على مستوى في حد قادنى منه يعني تمام احنا ليه دايما بنقول يا رب الأداء يفضل كده مع أن الراجل أقنعنا فنيا بصرف النظر على النتائج بقى الراجل أقنعنا فنيا أنه هو عمل حاجة فعلا وحاجة ملموسة وحاجة كل الناس قالت الحمد لله أنه إحنا جلنا مدرب بحجم فيلر حتى لو إحنا كنا في الأول مشاككين والناس لو اعتذروا وكانت حاجة جميلة جدا بصراحة فليه إحنا خايفين يعني ليه دايما نقول يا رب نكمل كده طبعا يا رب طبعا بندي على طول لكن بحس إنها إيه يعني متخوفين الطفرة اللي حصلت الكبيرة دي خوفتنا شوية طبعا يعني الفريق المفروض يمشي تدرجيا أنه عمل طفرة بسرعة طفرة بس هيا ممكن لعبة تبقى تفرف مباراة معينة وترجع تقل إنما أنا فترة وليلة بس ما يمكن تخنعك إن إن شاء الله فيه استمارية في اللي تستفد لأن إحنا لعبنا يعني أربع مطشات في الدورة 8-7 مطشات تقريبا مساعة ما جاء تقريبا المدرب معتاخد مشاء الله ها ففيه تفرف لا بتديك أمل طبعا أمل كبير إن إن شاء الله تستمر الفايلر لما جاء كان الناس متخوفة والحمد لله كان ماتش أفريق كان أول ماتش أفريق كمان الحمد لله كسبنا وبعد كده جاء الماتش الزمالك ماتش كبير جدا كسب بعد كده الموضوع أداء بنتيجة أو نتيجة بأداء بعد كده توقف الناس قالت التوقف يا ليه توقف وإحنا كنا ماشيين كويس وخايفين جدا وممكن لأهلي بعد كده كيرب وينزل لكن أنا كنت مناسة متفقلة جدا لخليك تعمل كده في فترة قليلة فأكيد لما تاخد وقت هتطور أكتر وقد كان المبارات الجهونة برضو حاجة جميلة جدا إقناع فني تهديف كنا ممكن نكسب أكتر الناس قالت أصل الجهونة كان وحش لا الأهلي كان متفوق جدا 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 شوفها حتى لو فيه توقف فترة معايدة هو اللي هيخلي الأداء يتم بهذا المستوائي هي الحالة التدريبية كنتم متخوف من التوقف يا كبتون حمود لا أنا شاء لا أعتقد إحنا قلنا كل حاجة بنسبة الأجواء النادي الأهلي التدريبية تبقى على ما يرام والطفرة دي أكيد اللعيب نفسه يبقى خايفة أنا وصلت المستوى هبتدي أحفظ عليه وده المفروض مطلوب من اللعيب أنت وصلت المستوى وهذا المستوى فتحفظ عليه وكمان هو من زكاءه مش مخلي كابتون محمود صالح هو المساج بس لا أنا أنت معاك كذا بروح مطلعك ومنزله ومعاك حسين الشحات لا أنا بطلعه وبنزل يعني ما فيش حد ما كانه محموز بنسبة مها في المياه لازم الأجواء التنفسية دي تبقى موجودة أنا مش هلعب بـ 11 وأهمل الباقي لازم أدى اللعيب لكل اللعيبة أمل أن أنا ما بقى كويس هشترك وأن أنا ما أكون أفضل من الأساسي وده طبيعي اللعيب مش هقدر بيلعب مستوى طول المسلم من مستوى العالي بتاعه لازم هيجي وقت حالة علمية يعني ده يعني ده رأي علمي هيقل سنة بيقل ودور البديل ييجي أول أقدر الله في إصابة دور البديل بييجي بس ما يدي الأمل للعيبة دي التنفس هيبقى كويس إن أنا لو جي في التوقيت أفضل من الأساسي هيبقى لها دور والأساسي إن أنا لو قليت عن اللعب البديل مش هيبقى لها دور العملية ماشية كده أنا لو قليت حبعد وأنا لو كبديل لو قليت حلعب مش عاف التضغط ده إنما مش كده لما بقى كويس أنا حلعب طب والتاني اللي هو أساسي تمام لازم لما يبقى عش ما يلعبش دي مكولة إحنا قلناها ولا هيا دي فعلا حقيقا اللعيب لازم كيرفو ينزل أنا بشوف اللعيبة بره بشوف اللعيبة بره مستوياتها كابتن حوالي لا بينزل يعني ما بين سبعين لتسعين في المية مش نزول نزول لا بصة كابتن هو في فروق يعني فيه لعيب عالي قوي بدي تسعة من عشرة تسعين في المية بينزل بيبقى مثلا سبعين ستين فيه لعيب بينزل تلاتين واربعين اتفاكت على مات شريف واربولتا ماتن بارا شفت اه انا شايف محمد صلاح بقى يعني كان تسعين بقى أربعة بقى أربعين في المية من مستويه ومانيه برضو كذا الأساس وفيرمينيو هذا الأساس انا شايف التلاتة يعني هي حقيقة حقيقة طبعا بس زي ما قولك فيه واحد بيقل بنسبة قريلة ويرجع بصورة بالزبط وفيه واحد بيقل أكتر وارجوعه بياخد وقت فيه لايه بيبقى تلاتة أربعة ايام واسبوعه يرجع وفيه لايه بيقعده اسبوعين تلاتة هي فيه حاجة بتاعت ربنا بقى انت بتعمل علمين كل حاجة وبتحاول تعمل كل حاجة صح انما فيه حاجات بتبقى خافية في حياتك او في شغلك تمام تعالى بسرعة احنا خلاص اعتقدنا احنا كلمنا عن كل حاجة في مبارات الأهلي ان شاء الله بكرة كل التوفيق نادل الأهلي مباراة صعبة زم حالك بتقول مش هنستسهلها تماما حتى لو كنا احنا يعني في قمة اداءنا لكن مباراة صعبة بكل الاحوال مدرب جديد مدرب حافظ نادل الأهلي جمهور منافسة بين نادل الأهلي والنجمة الساحلين طبعا منافسة يعني على مدار السين فورما الرادية كمان اكيد يعني فيه نقطة مثلا اوضحها ممكن انت اللعيب 11 في الملعب فيهم 9 فورما عالية و 2 اقل المستوى مش مشكلة تمام انها بقاش فيه 5-6 بعيد عن مستوى والفورما الرادية وليلة و ثبتة او عالية عند 2-3-4 لا دي هتبقى مشكلة فمش مشكلة طبيعي مش ممكن 11 سوبر في الملعب لو 9 سوبر يبقى كويس تعالى بسرعة ارجع للمنتخب الأولمبي السؤال واحد بس قبل ما اخد المنتخب الأول واقول لك برضو شفته ازاي احنا عشان وقتنا خلاص 5 دقايق منتخب الأولمبي هل هو المنتخب الأولمبي كانت الظروف كلها معاه هل الجمهور كان عامل إيجابي أكيد كان عامل إيجابي هل الحماسة هل ملعبنا بلدنا الحاجات دي أصروا تأثير إيجابي في أداء المنتخب هل لو كان المنتخب بلعب البطولة دي بره مصر كان هيبقى ده شكل المنتخب الأولمبي ده كل عامل دي طبعا يعني ساعدت المنتخب بشكل كبير التواجد والجماهيري احنا بقلنا كتير في لعب عمور ما لعبكم يعني دكتنا كلما نصر الزغارة في السن بنا فترة بنلعب من غير جماهير فدي تأثير قوي جدا كان هو ده سؤالي الدولة كلها خمة القيادة مهتمية بالمرايات فدي دفعة كبيرة جدا والجهاز الفني عندهم الإحساس والجهاز الفني عنده الطموح واخد اللعيبة في نفس الطموح ونفس الاتجاه مع الإدارة بدي هتم من مجلس السابق واللجنة الخماسية الحالية والدولة كلها والإعلام إعلام كان ليه دول رهيب طبعا لأ الأجواء طبعا ممتازة هنفقد كام في المية من قوتنا اللي هو خراب من لعبنا برا مصر لأ مفهوم ما تنزلش مش كده؟ طبعا لأن انت تنتقل حتى لو في حاجات هتنقصت ده جمهور باسم أو أي عوامل أخرى تأثر عليك بشكل سلبي بس انت طموحك لازم يزيه لأن الأمل والطموح عند اللعب انت بتلعب في دورة أولمبية الكابت إن شاءه إيه بعرف يعمل حتى دي كويس آه لأ ماشاء الله نجح فيها الحمد لله ونفس ما بنتكلمنا عن نادي الأهلي الاستمرارية في الأداء إن شاء الله المستمرة في الأداء نعم عند دينا أمل وقدمناهم كل التوفيق كل مصر بصراحة بتمنونهم نحن حققنا تساة 28 مدير مدير من مركز الرابع و64 مركز الرابع وكان نجم الدورة وهدف الدورة الأخوة الكبير وصديقي العزيز يعني الكابتل مصطفى رياض كان دايب عشر تجوان وأحرز ست أهداف في مرمى كوريا نشاء الله يعني أتمنى التفوق ده مثلا عندنا هدفين أكيد أخير سؤال سأل حضرتك المنتخب الأول شايفوا إزاي البدايات الدنيا هل في إقناع هل هيبقى في تحسن السورة محتاج مغود كبير طبعا اللي عملت كده لا ما يطمنش طبعا هذا سؤال إجابته طبعا يعني محددة أنا أكيد أجاوبك نفس الإجابة لو سألت أي واحد نفس السؤال هايقولك نفس الإجابة لا غير مطمن طبعا نتمنى الفترة الجاية ممكن يبقى فيه اهتزاز شوية المتفائل بالفترة اللي جاءت للنحمود ولا في الحاجات كتير ممكن دعا مش متفائل مش متفائل مش متفائل مش هسألك إيه اللي ممكن دعا أحسن أحسن مش هقول مش متفائل أوي لا أحسن أنا مش متفائل أتمنى مع الأدوار الجاية محتاجين مجهود والأداء أفضل من كده وفيه عيب جبير على اللعيبة بالذات يعني مش معقولة اللعيب أقدي أقدي مع الفريق على مستوى المحلي مستوى يمثل مثلا لو وديت درجة سبع درجات مثل واجي مع المنتخب أقدي خمسة أو تلاتة غير مطلوبة تماما موضوع موضوع كبير طبعا أنت بتمثل مصر لو المستوى ثابت أوكي إنما ما مقلش الوضع الطبيعي المستوى يزيد ويبقى أحسن من كده وأفضل من كده شعر ضائع أشكرك شكرا جزيلا ونورت وشرفت بيتك كرعادة وكل التوفيق لحضرك ماجه سعيدا أجوى القناة النادي الأهلي كلمة الأهلي صعيد جدا 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 شكرا جدا شكرا كابتون كفأتك في قدرت الحوارة ربنا أخذ الكابتون ده من زواء حضرتك بس شكرا جدا شكرا دي كانت فاكرتنا الأولى مع النجم الدكتور محمود صالح نجم مصر نجم النادي الأهلي بعد الفاصل هيكون معاكم النجم الكبير الكابتون عازل التعيم نجم مصر نجم النادي الأهلي يعد النتيجة وأداء كمان بإذن الله بكرة في تومس كل التوفيق لنادل آلي شكراً جداً لحضراتكم ومعلك سلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر